مواقف تجثوا لهولها الأمم أخبار حكاها النبي المكرم فبعد الموت تأتي مساءلة في القبر إما أنوار أو الحمم فيوم الحشر يا هول موقفي إذا استوى الكل عبد ومعظم مواقف تجثوا لهولها الأمم أخبار حكاها النبي المكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين واتتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة المشاهدون الأكارم أيها السيدات المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية النهاية مازلنا مع اليوم الآخر آخر يوم آخر يوم في حياة الناس لأنه بعد ذلك اليوم هناك جنة منا وحينها لا يبقى للزمن وجود وإنما هو الخلود في ذلك اليوم واليوم الآخر وقد بينا أهم مراحله وأهم ما يقع فيه بدءا من لحظة الوقوف في أرض المحشف مرورا بالحوض ومجيء جهنم وتطاير الصحف والشفاعة العظمى والحساب إلى الميزان يحاسب الناس ثم يوضع الميزان وتوزن أعمال العباد ماذا يقع بعد ذلك؟ ما الذي يحصل؟ وما الذي يحدث في هذا اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هما سيقع الآن بعد الميزان قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد إذن كل أمة تتبع ما كانت تعبد من كان يعبد الشمس ليتبع الشمس أين هي الشمس؟ تلقى في جهنم يتبعونها يلقون في جهنم من كان يعبد القمر والكواكب يتبع ذلك تلقى في جهنم يلقى معها في جهنم من كان يعبد الأصنام ألقيت في جهنم يلقى معها في النار قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار أيها البلاد يعني النار حاضرة النار جاءت يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب يعني يبقى المسلمون الذين يعبدون الله عز وجل الصالح والطالح منهم المؤمن حقا والمنافق ويبقى أهل الكتاب أيضا قال صلى الله عليه وسلم فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فسقنا فيشاروا إليهم ألا تريدون اذهبوا إلى هناك لتشربوا فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فسقنا فيشاروا إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار من يبقى إذا؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أي صالح وغير صالح أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها نحن المسلمون اطلعنا على صفة الله وعلى أسمائه فنعف ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته فيأتي يوم القيامة والحديث صحيح هذا الذي نذكره في الصحيح يأتي ربنا عز وجل على هيئة تليق بجلاله في صورة غير الصورة التي نعرفه عليها من خلال أسمائه وصفاته فيقول للمسلمين فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم طبعا أن هم لا يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشك بالله شيئا يقولونها مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب هذا يقول لهم إنه هو الرب وقد أتاهم في غير الصورة التي يعرفونه عليها فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشك بالله شيئا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم الساق فيكشف عن الساق كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعونا إلى السجود ولا نشبه ربنا عز وجل ولا نمثل ولا نكيف لربنا عز وجل ساق تليق بجلاله لا نعرف كيفيتها وليس لها مثيل ولا شبيه ليس كمثل شيء هو السميع البصير ونمر هذه الأمور كما وردت على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمة العظام مثل مالك وغيره رحمة الله على الجميع قال صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود لما يرى المسلمون الله تعالى يسجدون له هؤلاء الذين كانوا يسجدون لله من تلقاء أنفسهم يسجدون لله طوعا واختيارا وتعبدا يسجدون لله هناك طيب الذي لا يصلي والمنافق والمرائي ما حاله قال صلى الله عليه وسلم ولا يبقى من كان يسجد اتقاءا ورياءا إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة يتوقف عموده الفقري فلا يستطيع السجود كلما أراد أن يسجد خر على قفاه أيها ذنب الله كلما أراد أن يسجد رجع وخر على قفاه والآخرون سجدوا وهؤلاء المنافقون وأضربهم ييدون السجود لا يستطيعون ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقولون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم أي يضرب الصراط على جهنم والحديث في صحيح مسلم هذا الذي ذكرناه في الولايات أخرى فيها زيادات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فياتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه وحينها يضرب الصراط بين ظهري جهنم يضرب الصراط ينسب الصراط على ظهي جهنم ما هذا الصراط؟ أيها السادس والسيدات من أصعب المواقف يوم القيامة موقف الصراط موطن الصراط الصراط هذا جسر قنطرة على جهنم قال صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم جهنم أسفل مشعلة نارا يحطم بعضها بعضا وقد تساقط فيها من تساقط وصراخهم وعواؤهم يسمع ويضرب هذا الصراط وهذا الجسر فوق جهنم وهذا الصراط أدق من الشعر كما قال أبو سعيد الخدي رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعر أدق من الشعر وأحد من السيف فهو أدق من الشعر وحاد حاد أحد من السيف والموس كما في حديث سلمان رضي الله عنه قال ويوضع الصراط مثل حد الموسى مثل حد الموسى فتقول الملائكة من يجيز على هذا فيقول من شئت من خلقي فيقولون ما عبدناك حق عبادتك وقد ذكرنا طرفا من هذا الأثر في الحلقة السابقة عند الكلام على الميزان ويقول ابن سعود رضي الله عنه والصراط كحد السيف دحض مزلة إذا هذا الصراط أدق من الشعر أحد من السيف ثم هو مع ذلك زلق زلق تزل فيه الأقدام ولا تثبت في حيث أبي سعيد الخدي رضي الله عنه قال قلنا ما الجسر يا رسول الله قال مدحضة مزلة مدحضة مزلة أي تنزلق عليه الأقدام ولا تثبت له جنبتان وحافتان لا ندري شكلهما قال صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار ومع هذا إضافة إلى هذا في الحافتين كلليب كلليب من حديث أن تخطف الإنسان تأخذ هذا الإنسان وتلقيه في النار كلليب تمسك في الإنسان وتلقيه في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هرائرة وحذيفة رضي الله عنهما قال وفي حافتي الصراط كلليب كلليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به نعوذ بالله نسأل الله عفوه ومعافاته كلليب معلقة وإضافة إلى هذا هو مظلم ظلمة تامة الظلام التام قال صلى الله عليه وسلم وتلقى الظلمة دون الجسر وتلقى الظلمة دون الجسر يا الله تخير كيف تضع قدمك على شيء وأحد من السيف وأدق من الشعر مع ظلمة تامة وكلارب وخططيف وجهنم تحتك تسمع شهيقها وزفيرها وصراخ الناس فيها ولسألك خيار هذا هو الممر الوحيد إلى الجنة الجنة هناك في نهاية بعد الجسر هناك الجنة يعني من أراد الجنة هو ملزم بأن يمر فوق هذا الجسر لا إله إلى الله والجميع جميع المسلمين سيمرون فوقه الجميع قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا يا رب اجعلنا منهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية وذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط وهو منقول عبد النسعود وابن عباس وغيرهما هذا الصراط طيب الآن وقص المرور الناس مشتمعون طيب الجسر نصب بهذه الأوصاف طيب الآن يبدأ المرور والمرور عليه إجباري جميع الناس إلى الكفار الكفار طبعا يكون قد أخذوا إلى جهنم معي ذنب الله لكن المسلمون من أتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم أول من يجوز ثم والأتبع الأنبياء الآخرين الكل سيمر أول من يعبره من الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول واحد يمر على هذا الصراط وأول من يجوزه من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على هذه المنا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز طيب الآن يبدأ المرور هناك ظلام دامث الله عز وجل يُعطي كل إنسان نورا طيب يحتاج إلى النور نقول أنه مر نورا هذا النور يتفاوت فيه الناس يُعطى كل إنسان نورا على قدر عمله طيب كيف تضع قدمك على شيء في الظلام أو أدق من السيف وأدق من الشعر وأحد من السيف ظلام يُعطيك الله عز وجل نورا هذا النور بحسب عملك وهذا النور يُعطى لجميع جميع من يُحسب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلم حقا والمنافق نقصد بالمنافق هنا الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر الذي يُظهر للناس أنه مسلم هو في باطنه يكره الإسلام ويُبغض الإسلام ويُبغض رسول الإسلام ويُبغض كتاب الإسلام ويُسعى الإفساد بين المسلمين ويُزعم أنه مسلم لأنه لو كشف حقيقته وكشف للناس أنه لا يؤمن بالإسلام سيتقيه الناس وسينفرون منه لكنه يريد أن يُفسد على الناس دينهم ويُريد أن يُغير شرائعهم يُدعوهم إلى الزنا تحت دعوى الحرية والعلاقة الرضائية يُدعوهم إلى الربا تحت دعوى الفائدة يُدعو النساء إلى التبرج تحت مسمى الحرية يُدعو إلى تغيير قوانين الإرث وإلى تغيير شريعة الله بدعوى مساية العصر يُنتقص القرآن يُنتقص الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا يُعطى النور قال صلى الله عليه وسلم ويُعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا حتى منافقون لأنهم دخلوا المنافقون في الدنيا محسوبون على المسلمين فيُعطونا نورا أيضا ثم يبدأ المرور على الجسر قال صلى الله عليه وسلم ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاريب وحسك تأخذ من شاء الله قال صلى الله عليه وسلم فيُعطونا نورهم على قدر أعمالهم طيب ما نطل هذا النور قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه الله أكبر مثل الجبل هذا أعمال كثيرة ومنهم من يُعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يُعطى نوره أقل مثل النخلة بيمينه ومنهم من يُعطى نوره دون ذلك بيمينه وهكذا يعني درجات حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفئ قام فاحرص يا عبد الله ويا أمت الله احرص على أن يكون نورك نورا كبيرا أكثم الأعمال الصالحة هنا الصلاة نور والقرآن نور انطلق الناس عند وكل معه نوره بهذا المقدار عند الاقتراض من السراط ماذا يقع؟ ينطفئ نور المنافقين عند بيدي السراط ينطفئ نور المنافقين المنافق يأتي يقترب من السراط ينطفئ نوره يخادعون الله وهو خادعه كانوا يخادعون الله في الدنيا ويخادعون المسلمين يخادعهم الله هناك قال صلى الله عليه وسلم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون ينطفئ نور المنافقين هناك يقولون كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وقال تعالى عن المنافقين أنهم يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا حتى نمشي على ضوء نوركم قل رجعوا وراءكم فاتمسون وراءه لما تنطفئ أنوارهم وهم مطالبون بأن يعبروا على الجسر يريد أن يعبروا على الجسر أين يضع قدمه لا يرى شيئا يسقط في النار أي ذنب الله يسقط في النار فيبقى المسلمون البر والفاجر الطائع والعاصي أما المنافقون فيسقطون بهذه الطريقة في جهنم أي ذنب الله عند المرور على السراط تختلف سوعة الناس في المرور من الناس من يمر بسرعة كبيرة كالبرق ومن يمر مثل الريح ودون ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة فإذا آضاء قدم قدمه فمشى وإذا طفئ قام قال والرب عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف ذحض buzillah هؤلاء أصغر الأعمال الكثيرة ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرحل حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه يحب على وجهه ويديه ورجليه تخر رجل وتعلق رجل ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخرص حتى يمر هنا تحدد سرعتك سرعة سيرك على الصراط المستقيم هنا هي نفس سرعة سيرك على الصراط هناك يا عبد الله يا أمت الله فحتى يمر هذا الأخير فإذا خلص ونجأ وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا حتى النجاني منها بعد إذا رأيتها قال صلى الله عليه وسلم في حيث آخر فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأجاويد الخير والركاب فناجي المسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نيجهنم هناك من يمر ويسلم هناك من يمر لكن تصيبه الخدوش هناك من من المسلمين من تكون سيئاته كثيرة ونحن ذلك فتأخذه الكلاليب وتلقيه في النار عيذا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم رب سلم سلم رب سلم سلم وترسل الأمانة والرحم قال صلى الله عليه وسلم ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فإذاك من وصل رحمه وأدى الأمانة فإنهم تقفان بجانب الصراط تساعدني على عبور هذا الصراط قال صلى الله عليه وسلم وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ اللهم سلم سلم لعظم الموقف لعظم الموقف نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم عبر المسلمون الصراط ماذا يوجد بعد الصراط ماذا يحدث نكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى السلام عليكم وحمد الله وبركاته حكاية النهاية حكاها النبي المكرم فبعد الموت تأتي مساءلة في القبر إما أنوار أو الحمم فيوم الحشر يا هول موقفه إذا استوى الكل عبد ومعظم مواقف تجثوا لهولها الأمم أخبار حكاها النبي المكرم ترجمة نانسي قنقر